أحدث الكوانتوم ثورة في الفيزياء وفي العلوم بداية من 1900 إلى نهاية القرن العشرين ثم تحول في القرن الواحد العشرين إلى تكنولوجيا متقدمة منها الحواسيب الكوانتية منها جائزة نوبل لهذه السنة في الكيميا النقاط أو النقط الكوانتية لكن ما هو الكوانتوم هذا الذي أحدث ثورة في العلوم وأحدث ثورة في التكنولوجيا هذه الأيام تابعوا السلام عليكم قبل بضعة أيام ونحن في بداية أكتوبر 2023 منحت جائزة نوبل في الكيميا لثلاثة باحثين منهم الأستاذ مونجي الباوندي التونسي الأصل الذي يعمل بين فرنسا وأمريكا ولديه مئات الأبحاث المتقدمة والتي حاز من خلالها على جائزة نوبل في الكيميا في موضوع النقاط الكوانتية أو الكومومية كوانتوم دوتس ويستحق ذلك بجدارة وهي فرصة لأن نقدم تهانينا وتمجيدنا لهذه الأعمال وهذه المساهمة سأعود بعد قليل لأشرح ما هي هذه النقاط الكوانتية كوانتوم دوت ولو أن هذه كانت فرصة ومصادفة وربما صدفة جميلة جدا أنه بعد مفهوم الزمن ومفهوم النسبية في سلسلتنا مفاهيم علمية مهمة كان في برنامج مفهوم الكوانتوم فإذا قبل أيام من تسجيله لهذه الحلقة تأتي جائزة نوبل هذه في نفس الموضوع الكوانتوم هذا هي فكرة أتى بها ماكس بلونك سنة 1900 وكانت شكلت ثورة في الفيزياء وفي العلوم في ماذا تتمثل؟ ما معنى الكوانتوم؟ في تلك السنوات كانت هناك مجموعة من التجارب في الفيزياء التي حيرت العلماء وجعلتهم يكتشفون أو يتفطنون إلى أن هناك شيء ناقص غير مفهوم في الفيزياء الكلاسيكية كما كانت تفهم حينها منها مثلا تجربات مايكلسون مورلي التي قدمتها أو أشرت إليها في الحلقة الماضية والتي من خلالها تفطن أينشتاين إلى أن الضوء هذا مستقل عن كل المراجع والمعالم وبالتالي هناك نسبية الزمن والفضاء والمكان ليس وما نفس الشيء بين كل البشر ليس مطلقين كما كان يقول نيوتن وغيره المهم أن كانت هناك هذه التجربات تجربتان أخرتين يعني زعزعت الفيزياء حينها مع نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين هي تجربات المفعول الكهروضوئي فوتو إلكتشريك أفات التي جاء أينشتاين بضع سنوات بعد ذلك سنة 1905 وفسرها على أساس الكوانتوم الذي كان قدمه بلانب سنة 1900 وحاز أينشتاين فعلا على جائزة نوبل في الفيزياء من خلال تفسيره للمفعول الكهروضوئي اعتمادا على فكرة أو مفهوم الكوانتوم وتجربة ثالثة كانت تجربة الإشعاع الحراري التي دوخت بلانب إلى أن وجد أن الحل هو تكميم الطاقة ما معنى تكميم الطاقة؟ إذا جئنا إلى جسم مثلا جسم درجة حرارته مئتي درجة أو ألف درجة أو حتى أجسامنا العادية 37 درجة فإن هذه الأجسام بسبب حرارتها تشع إشعاعا كهرومغناطيسيا طيب وعندما نريد أن نقدم منحنا نقدم نتائج نظرية لكمية الإشعاع التي تصدر عند أطوال موجات مختلفة أطوال موجات قصيرة متوسطة طويلة كم من الإشعاع يصدر في هذه الأطوال الموجية المختلفة نجد أن ما تعطيه الفيزياء الكلاسيئية يصطدم ويتعارض ويختلف بشكل كبير جدا عن التجارب أو عن النتائج التجريبية ووجد ماكس بلونك أن الحل الوحيد هو أن نقرر أن الطاقة الكهرومغناطيسية هذه الأشعة الضوء الذي نراه والضوء الذي لا نراه هذه يجب أن تكون مكممة ما معنى مكممة؟ معنى أنها تأتي متقطعة قطع صغيرة هكذا لا تنساب هكذا بشكل مستمر وإنما تأتي قطع صغيرة هكذا واحد واثنين أن هذه القطع من الطاقة الضوءية يجب أن تتناسب مع التردد بمعنى أن الضوء الأزرق تأتي قطعه بكميات طاقوية أكبر من القطع التي تأتي في الضوء الأصفر أكبر من القطع الطاقوية التي تأتي في الضوء الأحمر وهكذا يعني هناك تكميم وهناك هذا التكميم هذا ليس متساويا على كل أطوال الموجات ووجد ماكس بلانك حقيقة أن اعتماد هذه الفكرة يعطيه معادلة ونتائج نظرية رائعة جدا مطابقة تماما لنتائج تجريبية ولكن هو لم يقتنع هو قعد يقول يعني كيف يمكن في الطبيعة أن الطاقة هكذا تتقطع من الذي يجعلها متقطعة وتتقطع على هذه المستويات وبهذا التناسب مع التردد بل بالمناسبة عامل التناسب بين الطاقة في كل كوانتوم في كل هذه قطعة أصغر قطعة ممكنة كمية الطاقة تناسبها مع التردد هناك معامل يسمى ثابت بلانك هو الذي أدخله طال ثابت بلانك من ثابت بلانك هذا بالمناسبة سيأتينا فيما بعد في تطور الفيزياء الزمن بلانك اللي هو أصغر كمية من الزمن يمكن أن توجد في الطبيعة أو يمكن أن تقاس ونفس الشيء بالنسبة لطول بلانك الأقصر طول يمكن أن يوجد في الطبيعة وأن يقاس زمن بلانك هذا صغير جدا 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 عشرة أس سالب ثلاثة وأربعين ثانية يعني أصفار 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 إلى أن نصل إلى الواحد بعد الصفر ولكن هناك هناك تكميم حتى للزمن وحتى للأطوال لا يمكن أن نأتي إلى أصغر منها وسأقول بعض رحضة لماذا لا يمكن أن يكون هناك قياس لزمن أصغر من هذا أو طول أصغر من هذا كل هذا بسبب ثابت بلانك الذي أدخله في هذا التكميم هذا التكميم الكم كوانتوم فكرة كوانتوم هي لفظ لاتيني يقصد به أن الكمية معينة سواء كانت كمية طاطا أو كمية تهربة أو كمية أي شيء يجب أن تكون مكممة قطعة صغيرة جدا بمعنى عندما نقول كوانتوم باللاتيني كأننا نقول كم أصغر شيء ما هي أصغر قيمة في العربية أحيانا نقول كوانتوم أحيانا نقول كم كموم مثل هذا الآن من هذه الفكرة بدأت الآن تتطور الأمور كما قلت جاء أينشتاين سنة 1905 وقال مدام الضوء هذا يأتي في قطع طاقوية هكذا كوانتوم هذا سيسمى فيه ما بعد لم يسميه لا بلانك ولا أينشتاين سيسمى فيه ما بعد الفوطون الذي صار الآن شائعا هذا اللفظ الفوطون اللي هو قطعة من الضوء قطعة طاقوية من الضوء تحمل أقل كمية من الضوء عند تردد معين هذا الفوطون قال أينشتاين عندما يأتي الآن ويضرب صفيحة معدنية سيخرج لي إلكترونات ويحدث لي تيار كهربائي المفعول الكهروضوئي الذي ندرسه للطلبة الآن يعني حتى سنوات أولى من الجامعة وكنت فاز به أينشتاين على جائزة نوبل بهذا ولكن بعدها ببضعة سنوات جاء عالم فرنسي آخر لويد برويلي وقال تعرفون إن الضوء هذا له خاصي يعني سلوك أحيانا مثل القطع هكذا كما قال أينشتاين ولكن نعرف أن الضوء هذا كثيرا ما يسلك السلوك الموجي يعني يعمل لي مثلا تداخلات يعمل لي حيود يعمل لي هناك الظواهر الموجية المعروفة الضوء يقوم بهذا عندنا تجارب كثيرة جدا تجربة الشقين تجربة الشق الواحد إلى آخر الضوء موجة وكان يعتبر موجة لفترة طويلة إلى أن جاء بلونك وأينشتاين وقالوا لا الضوء أحيانا يكون موجة وأحيانا يكون قطع هكذا كأنه جسيمات جاء لويد برويلي وقال أنا أعتقد أن حتى الأجسام أو الجسيمات التي كنا نعتقد أنها دائما جسيمات مثلا الإلكترون إلكترون جسيم له كتلة له شحنة إلى آخره قال أحيانا يكون موجيا أيضا معنى أن الطبيعة المجهرية سواء كان الضوء أو جسيمات أو ذرات أو جسيئات كل ما هو مجهري في مستوى الذرة أو جسيئات أو أقل هذا له طبيعة مزدوجة هذه الإزدواجية بين الجسيم وبين الموجة هذه الأشياء أن أسميها الأشياء الكوانتية هي جسيمات أحيانا وهي موجات أحيان لا نقول هي الإثنين في نفس الوقت لأنه لا يمكن ولكن في نفس الوقت لا نقول هي أجسام لأن أحيانا هي موجات منتشرة وأحيانا تكون جسيمات فعلا أن لها موقع معين ولها طاقة معينة والسرعة معينة إلى آخره ولكن على المستوى الكوانتي على مستوى المجهري هذه الأشياء تكون طبيعتها مزدوجة هذا الذي هو لب مسألة الكوانتوم أو نظرية الكوانتوم كل ما هو نظرية الكوانتوم التي منها جاءنا مبدأ الارتياب لهايزنبارد أن هناك كميات مثل مثلا الموقع والسرعة لا يمكن قياسها وحسابها بدقة مطلقة في نفس الوقت كلما زادت الدقاؤنا قلت الدقاؤنا وكلما زادت الدقاؤنا قلت الدقاؤنا هناك ارتياب متناسب بين الاثنين ومسائل أخرى منها خاصة أنه لا يمكن لنا أن محدد خاصيات جسم معين إلكترون في ذرة مثلا إلا بطريقة احتمالية هذه الكوانتوم الآن صارت معروفة بطبيعتها الاحتمالية بمعنى ماذا؟ معنى أني إذا أتيت أنا إلى إلكترون في ذرة وسألت ما هي طاقته الآن سيأتيني طالب مثلا ويحسبها ويقول لي لديه عندة إمكانيات يمكن أن يكون عند هذه الطاقة هذه الطاقة وهذه الطاقة دعونا نقول لي تبسيط ثلاث مستوى الطاقوية لا يمكن أن يكون بين الاثنين لا لا يمكن أن يكون بين هذه الطاقة الثلاثة لأن هذه الطاقات صارت مكممة الآن واحد اثنين قلوا طيب عند أي مستوى هو الآن؟ أقول لي ما نقدر نعرف طيب كيف نمكن نعرف؟ قل عندما نقوم بالخياس عندما نقوم بالمشاهدة نسلط عليه الأجهزة سيظهر أنه كان في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث طيب ما تقدر تقول لي مسبقا؟ أقدر أعطيك احتمالات أقول لك المستوى الأول احتمال سبعين بالمئة مستوى الثاني احتمال عشرين بالمئة المستوى الثالث عشر بالمئة طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنك إذا أجريت هذا القياس عشر مرات ستجد هذا الإلكترون مرة هنا مرتين هنا سبعة مرات هنا أما أن أقول لك مسبقا أين هو؟ ما أنا أعطيتك كل المعطيات بالنسبة لهذه الذرة وهذا الإلكترون وكل شيء مع ذلك لا يمكن أن نعرف طيب ولكن هو أليست له يعني إحنا فقط لا نعرف أم هو في حد ذاته يعني موزع ألا هو موزع أصلا كيف هو موزع؟ ما معنى هناك شيء اسمه التراكب ما معنى التراكب؟ معنى أنه هو جزئيا في الحالة الأولى جزئيا في الحالة الثانية وجزئيا في الحالة الثالثة هو نفسه هكذا مش ضابط نفسه في أي مستوى هو يعني كأنني مثلا أسأل هل أنا الآن جالس؟ أم واقف؟ أم مستلقى؟ أقول أنت جالس حتى لو لم يكن أحد هنا في الطاعة ينظر إلي فأنا جالس أنا عارف نفسي أنا جالس لكن الإلكترون إذا وضعته أنا في ذرة مثلا أقول إلكترون أنت ستجلس؟ أم ستستلقي؟ أم ستقف؟ أقول أنا سأكون في حالة مركبة من الثالثة لا يمكن أن تكون واقفا ومستلقى في نفس الوقت وجالس في نفس الوقت مع كل هذه لا في الكوانطوم يمكن في الكوانطوم أن تخليط من هذه الحالات هذا ما يسمى التراكب ثم هناك ظاهرة أخرى صارت معروفة في الكوانطوم بسبب التكنولوجيا التي خرجت من الكوانطوم بعد ذلك وهي مسألة التشابك ما مال التشابك هذا الانتانجلمنت التشابك أنني إذا أتيت أنا مثلا إلى ذرتين عند ذرتين في تفاعل مع بعض وإذا كان هناك تفاعل بينهما فعندي مثلا طاقة إجمالية عندي مثلا سبين بينهما عندي توزيع معين طيب وبعدين الآن إذا فصلت بينهما بكيلومترات وكيلومترات معيدة الواحدة عن الثانية قلنا لا يمكن لي أن أقول مسبقا في أي حالة أي شيء كوانطي هو فأنا لا أعرف هذه الذرة ما هي حالتها الطاقوية وغير ذلك وأنا لا أعرف هذه الثانية أيضا ولكن هناك هناك التوافق بينهما كان هناك توزيع للطاقة الإجمالية إلى القرية فإذا قمت بالقياس والرصد وصلت أجهزتي على الذرة الأولى ووجدت أن هذه الذرة كمية الطاقة فيها مثلا كذا فإنني سأعرف مباشرة ما هي الكمية الطاقة الموجودة هنا بل هذه الذرة نفسها ستنهار دالتها الموجودية كما نقول ويفونكشن ستنهار وتتخذ الطاقة المناسبة لقياس عندما التقيس هنا هذه مباشرة تصير يعني عندها حالة مضبوطة قبل أن نقوم بقياس اثنين في حالة تراكبية أكذا وأول ما عملت قياس على الأول الثاني مباشرة وهذه كانت لها تداعيات مهمة جدا بالمناسبة هذه الفكرة هذا التشابك هذا دوخ أينشتاين ولم يقبله إلى أن مات قالنا لا أقبل هذه الفكرة غير ممكن يعني معناه أنه هذان بعيدا عن بعضهما بعد أهائل جدا والنسبية لا تسمح بأن يكون هناك إشارة بينهما يعني تواصل بينهما على مسافات كبيرة جدا لأن سرعة الضوء محدودة ليست لا نهائية إلى آخره المهم لا ندخل في كل هذه التفاصيل أينشتاين لم يقتنع ولكن نعرف اليوم أن هذه حقيقة هذه حقيقة هكذا موجودة بل هي حقيقة تجريبية هي حقيقة تجريبية بنت عليها الآن عدد من التكنولوجيات بمعنى أن نظرية الكوانتوم التي بدأت سنة 1900 وصاحبها ماكس بلونك قال أنا غير مقتنع وخمس سنوات بعد ذلك أخذها أينشتاين وطبقها وحاز بها على جائزة نوبل ما وصلنا إلى نهاية القرن العشرين إلا تحولت هذه النظرية إلى تكنولوجيا متعددة منها مثلا في طبعا أواصل القرن العشرين طورنا تكنولوجيا الليزر طورنا تكنولوجيا ترانزيستورات ثم طورنا تكنولوجيا الرنين المغنطيسي ثم المجاهر الإلكترونية الساعات الذرية نظام الجي بي آس الذي ذكرته المرة الماضية وقلت أنه يقوم على الساعات الساعات الذرية وهذه الساعات الذرية تعمل بالكوانتوم بنظرية الكوانتوم الطاقة النووية سواء هنا في المفاعلات النووية هنا على الأرض أو في الشمس لا يمكن أن ننتج طاقة اندماجية على الأقل ليس هنا في المفاعلات النووية الموجودة هنا على الأرض تعمل بالطاقة النووية الإنكسارية الإنشطارية وإنما الطاقة النووية الأعظم التي هي الاندماجية أو الانسعارية التي تنتج الطاقة في الشمس وفي النجوم هذه كلها تحتاج إلى الكوانتوم تحتاج إلى ظواهر الكوانتوم من اختراق الحواجز وغير ذلك وكثير من التطبيقات الأخرى وأهم هذه التطبيقات التي تحدث الآن يحدث الآن تطويرها وكنت أشرت إليها قبل بضعة سنوات في حلقة خصصتها للحواسيب الكوانتية الحواسيب الكوانتية التي الآن هي الصراع كبير جدا بين القوى العظمى بين أمريكا والصين وأوروبا وغيرها تقوم على مسألة مسألة التشابك الكوانتي هذا الانتنجلمنت هذه الأشياء الكوانتية التي نفصل بينها فإذا قمت بقياسنا فإنني مباشرة عرفت ما يوجد وهذا يسمح بتوزيع الحسابات إلى آخرين طيب نعود الآن قليلا إلى النقاط الكوانتية التي قلت حازامونجي الباوندي وباحثان معه قبل أيام على جائزة نوبل في الكيميا ما هي النقاط الكوانتية هذه النقاط الكوانتية هي بالنورات صغيرة صغيرة جدا عال بحجم النانو متر نانو فهي من تكنولوجيا النانو كما نقول نانو تكنولوجيا طيب هذه القطع البلورية هذه الإلكترونات التي فيها نعتبرها محصورة يعني مغلقة عليها محبوسة وفي الكوانتوم هذه حتى طلبة طلبة سنة ثانية ثالثة جامعي يعرفون الدارسون لهذه المواضيع يعرفون حسابها إذا جعلت أنا إلكترون مغلقا في علبة نسميها هذه المرة هنا علبة نانوية هذه علبة باللورية فإن الطاقات التي تكون متاحة لهذا الإلكترون في هذه النقاط الكوانتية هذه الآن تكون مكممة وبالتالي هذا التكميم هذا يسمح لي بالقيام بتطبيقات عديدة منها مثلا الألوان في الشاشات المسطحة منها مثلا المجاهير التي تستخدم في الطب وفي الجراعة لتحديد مثلا الأوعية الدموية في الأورام وغير ذلك هذا التطبيق يعني هذا الاكتشاف يعني جائزة نوبل قالت لهؤلاء الثلاثة لاكتشافهم أربما نقول أربما اختراعهم لهذه النقاط الكوانتية وتطويرها إلى أن صارت الآن تكنولوجيا عظيمة تطبق في حالات عديدة جدا من تكنولوجيا اليوم وتكنولوجيا الغد بسبب ما بدأنا به من الأول الذي هو هل الطاقة مكممة أم غير مكممة الآن طبعا صارت مفرغ منها أن الطاقة مكممة أن الإلكترونات تتخذ مستويات محددة أن هذه المستويات المحددة يمكن الاستفادة منها في حالات متعددة جدا كما قلت في الشاشات المسطحة التي حولنا في هذه الأجهزة التي حولنا كثير منها وأهم تطبيق الذي لا يزال في تطوير راهيب جدا وهو الحواسيب الكوانتية أردت فقط أن أعطيكم فكرة أكذا موسعة ومختصرة عن الكوانتوم كمفهوم وتطويراته وتطبيقاته إلى أن وصلنا إلى مش وصلنا ولكن من بين ما يحدث حولنا هذه الأيام جائزة نوبل للكيميا حول النقاط الكوانتية شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم